أنا أتفهم لخ الرئيس بأن الشعب الكويتي متطلع لمرحلة التعاون وأثم أن هناك شعور من التفاؤل يخيم على أوساط المجتمع الكويتي لكن كذلك أنا متيقن بأن الشعب الكويتي يتطلع لإنجاز وإذا ما تحول هذا التعاون وهذا التفاؤل إلى إنجاز حقيقي ملموس على أرض الواقع في القريب العاجل أخشى من ردة فعل شعبية قاسية على العمل البرلماني بالكامل لذلك أنا أقول وبكل حسرة وأسى أننا اليوم نناقش ميزانية الدولة 22-23 وما زالت العيوب الهيكلية في هذه الميزانية هي ذاتها التي نناقشها من 10 سنوات وزيادة ليه اليوم نتكلم عن إيرادات نفطية 91% وزيادة ليه اليوم نتكلم عن تنويع مصادر الدخل ليه اليوم نتكلم عن تعظيم الإيرادات الغير نفطية ليه اليوم نتكلم عن حلول جذرية اقتصادية ليه اليوم نتكلم عن مراجعة المنظومة الاقتصادية بالكامل للدولة ومع ذلك لا نرى نتائج نحتاج إلى وقفة جادة حقيقة من الجميع لإيجاد حل للمنظومة الاقتصادية في الدولة تقولون لي والله المرحلة السابقة مرحلة صراع سياسي وتعديناها وتخطيناه ونفتح صفحة يديدة أقول ما عندي إشكالية وأنا أبي أستثمر هذه الفرصة لأستعرض هذا الملف المهم الخطير اللي كان يشكل بالنسبة لي هاجس وأنا متأكدني مجموعة كبيرة من الزبناء الأخوة النواف في المجلس السابق وهو ملف أملاك الدولة نتكلم عن تعظيم إيرادات نتكلم عن تنويع مصادر الدخل خلونا نفتح ملف أملاك الدولة هذا الملف هو مصدر دخل لايق الأهمية على المصدر النفطي أملاك الدولة كنز ثروة هائلة طائلة أموال بالملايين بل المليارات للأسف قاعد تهدر وأحياناً قاعد يكون فيه نهب ممنهج ومنامض منظم للأسف أحياناً حتى برعاية حكومة في مجال السابقة ما أتكلم عن الحكومة الحالية اليوم أنا قاعد أتكلم عن ممارسات خاطئة كانت تحتاج إلى وقفة جادة وتصدي واليوم المسؤولية على الجميع للتصدي لمثل هذه الممارسات الأخ الرئيس أنا أثرت هذا الموضوع في المجلس السابق تحديداً في جلسة 13 أربعة 2021 وطلب تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير إعادة تقييم ملف أملاك الدولة بالكامل وبتاريخ 16 ثلاثة بعد ما وافق المجلس 16 ثلاثة 22 يكون بين يديننا هذا التقرير تقرير ديوان المحاسبة 130 صفحة ما أقدر أستعرض كل اللي فيه لكن أتكلم عن بعض الحالات التي تبين حجم المآسي والمشاكل والتجاوزات اللي موجود فيه هذا الملف وأتمنى أتمنى من الحكومة تسمع وأتمنى من وزير المالية أن يأخذ الأمر بشكل جدي وحازم الأخ الرئيس حالة أولى أرض مملوكة للدولة التاجر ما يملكها لكن عنده حق انتفاعه استفاد واستثمر وخلص منها وقرر أن يتخلص من هذه الأرض باع سلعة ما يملكها باع أرض ما يملكها باع حق الانتفاع لتاجر آخر بمليونين وسبعمائة وخمسين ألف دينار كويتي طيب صاحب السلعة الأصلي الدولة صاحب الحق الأصيل الشعب الكويتي في هذه الأموال كم نصيبة من هذه الصفقة 27 ألف دينار كويتي هذا كلام ديوان المحاسبة أي أقل حتى من 1% من هذه الصفقة وين حق الدولة في هذه الأملاك وين حق أجيالنا وأجيالكم وعيالنا وعيالكم والأجيال القادمة من هذه الأموال وهذه الصفقات هدر في الأموال نتكلم عنها بعدين نقول عيوب هيكلية في الميزانية وإرادات غير نفطية وإرادات نفطية 91% لأن نحن عندنا عندنا مصدر للإراد لكن مع الأسف غير مستغل مثال آخر أرض مملوكة للدولة أجرتها الدولة لمدرسة خاصة وخلي يسمعونا أولياء الأمور اللي قاعد يدفعون 3000 و 4000 و 5000 من حر مالهم سنويا بحثا عن تعليم أفضل لعيالهم خلي يسمعون كم تدفع هذه المدرسة سنويا مقابل هذه الملايين اللي قاعد تاخذها كم تدفع لخزينة الدولة وفق التقرير أقل من 40 ألف دينار كويتي يعني 11 طالب 11 ولي أمر يسكن رسوم هذه الأملاك لسنة كاملة بعدين نتكلم عن هدر في المال العام يمكن هذا القيمة عادلة ما ندري الأربعين ألف يمكن قيمة عادلة لذلك بجعنا للتقرير مرة ثانية وبن المقارنة مع وزارة التربية اللي أجرت مرفق لمدرسة خاصة كذلك لكن بقيمة 280 ألف دينار كويتي سنويا أي سبع أضعاف اللي تاخذ وزارة المالية هل وزارة التربية أشطر من وزارة المالية تساؤل يثار وعلامات استفهام حقيقة تحتاج إلى وقفة جادة منها جميعا المثال الثالث مؤسسة الموانئ تأجر أراضي مساحات تخزينية لإحدى الشركات الكبرى بقيمة 260 فلس للمتر المربع الواحد وهذه الشركات بدورها تأجر على الشركات الأصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بـ 11 دينار و 12 دينار للمتر المربع الواحد تدنوا وإن المصيبة أن القيمة العادلة القيمة السوقية العادلة وفق هذا التقرير ما يتعدى دينار و 460 فلس يعني هذا التاجر مع الأسف يأخذ هذه الأرض بـ 6 قيمتها الحقيقية من الدولة ويروح يأجرها على المواطن الضعيف المسكين بـ 11 و 12 ضعف قيمتها الحقيقية ويبقى السؤال ليش أنا أحتاجك أصلا كتاجر وسيط بين الدولة والمواطن ليش أنا أصلا أحتاجك كوسيط بين الدولة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليش ما الدولة تستثمر مباشرة في هذه الأملاك اللي بين دينها مع الأسف معادلة المواطن فيها خسران والدولة فيها خسرانة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خسرانة والرابح الوحيد هو التاجر الوسيط اللي قعد أعظم وزيد الإيرادات في جيبة بملايين ومليارات الشعب الكويتي وخزينة الدولة أحق فيها إحنا بنتكلم عن تنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات أمامنا هذا الملف الأخ الوزير أمامنا هذا الملف أخواني في الحكومة لازم ننتبه التصدي لهذا الملف مهم اليوم وأنا أعلم تماما بينهم ما رح يخلونكم أعلم تماما بأن الملف صعب وراح يحاربونكم بكل الوسائل المشروعة والغير المشروعة وما رح يخلون أحد رح يحاربون كل من يفتح هذا الملف لكن لازم نتحمل والتحملون وهذا الفرق بين من يريد حقيقة إصلاح حقيقي ويتحمل تبعات هذا الإصلاح وبين من فقط يتغنى بشعارات الإصلاح وتقييمنا للحكومة وللمرحلة القادمة وللوزراء رح ينبني على هذا الأساس موسيقى